إيداً واحدة، وقف نواب مجلس الأمة إلى جانب المواطن رافضين قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين ومتمسكين في الوقت نفسه بما ذهبت إليه اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية من توصيات متمثلة في دعم المواطنين طروحات قدمها النواب باجتماع السلطتين للوصول إلى بديل مناسب يضمن عدم المساس بدخل المواطن سواء نقداً أو عبر بطاقات وقود فضلاً عن تحرير أسعار البنزين وفق السعر العالمي للنفط مع ضرورة دعم المواطن وفق آلية يتم الابتفاق عليها وفي انتظار أن تلتزم الحكومة بتعهداتها بدراسة البدائل النيابية يؤكد نواب أن عواقب وخيمة تنتظر مستقبل العلاقة بين السلطتين إذ لم تعي الحكومة جدية النواب في عدم تحميل المواطن مسؤولية تخبطها في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية ومواجهة العجزة وعلى هذا المسار شدد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية نائب يوسف الزلزلة على أن الحكومة ملزمة بتطبيق الاتفاق الذي تم مع اللجنة المالية البرلمانية من وجوب استمرار تقديم دعم البنزين للمواطنين تمسك غير قابل للمساومة من النواب بالالتزام بتطبيق الاتفاق الذي تم مع اللجنة المالية وتعاهد حكومية بدراسة المقترحات النيابية قبل بدء دور العقاد المقبل وأخذها بعين الاعتبار والتصدي لكل من تسول له نفسه زيادة أسعار السلع على أمل الوصول إلى بديل مناسب يضمن عدم المساس بالدخول للمواطنين